دائماً لما نفكر في كلمة دعوة يجب أن نسحبها تنسيق جميل من ورود وأيضاً زهور عشان نتعرف أكثر على كيفية تنسيق الزهور والعناية بها أيضاً خلنا نرحب معاكم وضيفتنا في الستيديو لإستاذة مها منذر منصقة ورود صباح الخير صباح النور صباح شاء الله بالخير مها خلينا في بداية نتكلم عن اختيار ورود المناسبة كتقديمها للهدايا وأيضاً لو أنا عندي دعوة وحب أدعو الأشخاص لمكان معين عادةً يعني بالورود ألوان وأشكال كتير كتير يعني إذا بديك مثلاً تعلي حداً على البيت وجوالي مثلاً بيحطوا الليليز اللي هو الزنبك لأنه بيعطي ريحة كتير حلوة بالصالة بنحط معه عادةً ورد جوري وطبعاً في ورود صغيرة هيك بتزين الباقة وبتكبرها وبتبينها يعني كبيرة وعادةً للضيوف بتكون زنبك وورود جورية هايدرينجا كمان مثل مع بالصورة اللي في منها كتير ألوان في أزراء زهر في بيربل كمان بتعطي إيمة كتير وتزيد فاليو كتير على الباقة فعلاً ما يمكن لاحظ من الناس اللي حين بدأت تتوجه الألوان ثانية مش بس مثلاً الأحمر والبينك والأبيض لا العديد من الألوان نتكلم عن أكثر الألوان البارجة استخداماً في فصل الصيف ألوان الورود أكثر شيء في فصل الصيف العالم بتحب الزهر البربر الأصفر لأنه ألوان فرحة ألوان مرحة بتنشر الإيجوبية كمان بالبيت بالمحلات بالمستشفيات الأصفر كتير حلو كمان السنفلاور وهلأ كمان اتجهنا على أوقات يعني العالم بتكون بدأت تطلب ألوان بتكون مش متاحة بالموسم فمنلون منلون الورد يعني منحط له صبغة وبيتلون فكمان بيعطي مثل ألوان القوس القزح ألوان الذينبوز فتجي يعني الورد بيكون فيها كذا لون بيكون من بره شكل لون من جوه شكل لون هذا كله طبعاً يعني منحط له مواد لحتى يتلون صحيح مهى شو الإضافات أو الأشياء الثانية اللي ممكن تعطي الباقة رونق وأيضاً تخليها جميلة ومختلفة عن باقي الباقات هلأ أكيد يعني إذا عم بتقدمي باقة لشخص غير بتكون الباقة موجودة بالباقي إذا عم بتقدمي باقة الرابينج واللي هو يعني كيف أنت بتزبط الباقة باللفة من بره كتير بتقد يعني على شكل الباقة يعني ممكن يكون فيها يعني بالورد بيقوله مش ضروري يكون الكمية less is more يعني بتكون الورد ممكن قليل بس يعني طريقة التنصيق طبعي طبعاً اللفة الماتيري اللي الوراء اللي عم تستعمليها الريبونز كل هايدي بتأثر على شكل الباقة من بره أزوف فلاورز يعني ده مور يعني منزيد خضرات منزيد إشياء ورد صغير هيدا كله بزيد يعني بيكبر قيمة الباقة صحي ما هي يعني بعض الأحيان لما توصلنا باقة أو هدية خاصة فيها ورود نحب نحافظ عليها يعني فكيف نحافظ عليها وشو المواد اللي ممكن نستخدمها عشان الوردة ما تذبل وتبقى معانا أطول فترة ممكنة صراحة هيدا من أهم الأسئلة ونحن يعني بمحلات الورود أنا يعني بنتبه كثير على على أنه بس حدا يشتري ورد كثير يعني إحنا عنا ستكرز منحطهم على يعني منعطي تبس للناس كيف يهتموا لأنه يعني بيشتروا ورد اللي بتشتري باقة بفكروا الناس أنه باقة وبتضل عيش عندك عشرين يوم ما بتموت وتجز أكيد يعني رونج إمبراشن يعني عن الفلاورز بدهم كثير عناية بدهم أول شي حب بدهم إيجابية يعني بس تاخت باقة وتحطيها بالبيت ننصح أنه الورد ينقص يعني يعني أكيد لازم ينفك يعني باستخده بالرابنج يعني بيضل مثلا يوم محطوط بالرابنج وبعدين بدهم ينفك الرابنج عنه ينفرد بالماء أكيد بدي يكون كثير قوي بالبيت لحتى يعني يطول عمر الورد الماء بده تتغير كل يومين وبده تكون نظيفة طبعا هلا شو بتحط بالماء في كثير إشياء حسب نوع الورد يعني مثلا فينا نحط قوات شوية كلوروكس بس يعني عم نحكي بنقاط صغيرة صغيرة يعني بتمنع البكتيريا وبتطور عمر الوردة كل يومين الوردة لازم تنقص وعادة من قصة 45 درجة علشان الماء تشرب أكتر والوردة تبلوم أكتر إذا حسيت مثلا بالوردة دبلت في من برة البتلس مثلا لازم تنشير الوردة يعني كل يوم لازم يعني تكون بطريقة عناية معينة بالوردة نعم أو يعني بباقة الزهور أهم شيء لكن ما هنتكلم عن الأماكن المناسبة لوضع هذه الباقة في ناس يعني يمكن تبقى الباقة مثل ما هي تمشكلها هل ممكن أيضا نعتني فيها؟ طبعا طبعا يعني ممكن يعني بس ينقص الورد مثلا نحط له كمان مثلا أسبرين هي هيدا يعني عادة اكتشفت مع الوقت يعني بتطور عمر الوردة بتخلي الوردة تبلوم أكتر بس بنفس الوقت يعني الماء على طول بدأ تتغير صحيح يعني ما هل هناك مواد أيضا معينة ممكن تكون مستحدثة نستخدمها عشان تحافظ على عمر الباقة أو الزهور لمدة أطول؟ عادة يعني بس نشتري ورد يعني نحنا منعته مع كل باقة منعته مثل ظرف هذا الظرف بيكون فيه مواد هي بتطور عمر الورد يعني بتنفتح الظرف وبينحط مع الماء وعادة هو بيتطور عمر الورد بيكون فيه عادة مواد مخصصة بتخلي الورد أكتر يعني يقلل البكتيريا هي اللي بيضر الورد هو البكتيريا فطالما أنت عم تهتمي بالبيت عم بتغير الماء بتغسل العيدين على طول من تحت هيدا كله بيتطور عمر الوردة صحيح ما نتكلم عن الأماكن الممكن نضع فيه هذه البقات وهي الزهور عشان تتناسب أيضا مع تنسيقنا في المنزل؟ هيدا طبعا أزواء يعني في حدا يعني أنا مثلا عندي بالبيت يعني لازم على طول يكون فيه ورد على المدخل يعني بس واحد يفوت يعني هيك بتفوتي بيحس واحد بإيجابية بيحس بإنشراح يعني بالسالون كمان بيحطه غرفة الطعام أكيد لازم يكون فيها باقي تكون عادة كبيرة عادة نعملها مثلا مش ضرورة تكون على بازا ممكن نعملها تنسيقها مثلا نحطها على صفنش خاص بتكون محتوطة برابنج معي بتجي عادة عريضة لحتى عادة يعني طاولة الغداء أو العشاء بتكون يعني مستطيلة فبيكون مبين عليها الأشياء يعني أكبر فمش ضرورة أن تكون مش ضرورة يكون الورد بفازا ممكن يكون على تنسيقها ممكن يكون على تنسيقها دائرية إذا رأيها على مستشفى ممكن يكون على مستطيل فيعني ديبانز على حجم الطاولة أو وين عم بتحط الورد ما هنتكلم أيضا يعني تكلمنا عن احتياج النبات للماي القص بشكل مستمر وأيضا بعض المواد اللي قلتي تستخدمونها وتكون خاصة نعم إذا هنتكلم عن الإضاءة أو الضوء شو هي أنواع الورود اللي ممكن تحتاج إلى الضوء أو ممكن حتى حطيها خارج المنزل وما تموت أو أنواع الورود اللي يجب يعني تكون داخل المنزل وممكن تعرضها للأشعة القوية أو أنها تكون خارج المنزل تتعرض للرطوبة والحرارة الشديدة ممكن تذبن سراحة يعني هو الليليز هو أكتر ورد بحاجة للضو لأنه يعني اللي الزنبك هو يعني بالضو بتفتح الوردة أكتر يعني عادة كل الورد بده ضوء كل الورد بده ضوء كل شيء شمس سات على الستريت يعني على الورد بتأثر عملة الورد لأنه الحرارة عادة قوية يعني فلازم على طول يكون فيه جو بارد وبنفس الوقت يكون فيه ضوء اللي هو عادة نحن ننصح أنه يكون الورد يكون شباك داخله نور نفس الوقت يعني فمثل الشمس كتير قوية فعلا ما هنتكلم شيء عن الورد الجوري ممكن هني وايد مستخدم عندنا في دولة الإمارات نعم نتكلم عن المناسبات الأكتر استخداما لهذا الورد الورد الجوري أكتر شيء على الفالنتين معروف على عيد الحب عيد العشاء يزولي على الانيفورساريز العالم لأنه يعني العالم بتفكر أنه هو الورد لأنه يعني مش كتير معروف أنواع الورد الباقيين الورد الجوري عادة مشفور أنه الورد أحمر في كتير ألوان أكيد فيه أبيض فيه زهر الأحمر هو أكتر شيء مشفور وبيجي من كذا بلد يعني ودبانس إنه من وين عم ناخد الورد الورد بتكون أدي حجمة وكيف تفتح الورد الجوري فيه أتليست من خمس لست أنواع مش نوع واحد هو يعني نحنا منشوف الورد بنفكر أنه آه هاي بورد جوري بس هم مش كلا الورد جوري بتفكر يا أنت إنه هي ورد جوري بس هي مش ورد جوري ففي كتير أنواع و أشكال للورد بما أنه ذكرت الأنواع والأشكال فيه الميني روزز وفيه يعني أحجام الورد المتعارف عليه تختلف طريقة العناية واللي هي طريقة واحدة طريقة لا خصوصا الورد الجوري الطريقة هي واحدة طريقة هي واحدة أكيد البيبي روز لأنه بيجي فيه أفرع أكتر عرفته فبدو على طول يعني إذا مثلا بتحسي أنه فيه غص نيابيس بتحسي شيء بدو على طول يعني يتنظف لحتى يظل عادة نشتعمل مثل مرش للمي على طول يعني حتى لو بس تغير المي المي بحاجة أنه الورد بحاجة أنه يشرب فعلى طول هيك يترش من برة وبيعملك مثل موقع الندي بخلي الباقة مبينة أكتر فرحة نتكلم معها عن رائحة الورود يمكن في بعض الناس لما تشتري الباقة حتى تخلي ريحتها أجمل تبدأ ترش عليها البادي سبري أو العطور هذه أكيد بتأثر عمل الورد أكيد بتأثر عمل الورد عادة يعني الورد إذا يعني مثلا هو يعني حسب من وين طبعا عم نستورد الورد في ورد له ريحة وفي ورد للأسف يعني مع الوريحة خصوصا هلأ يعني مع التصنيع والإشياء كل الإشياء صارت يعني أكتر مستعجلة فيعني قليل عادة أنا بنصح ونعمل أنه بنرش روز ووتر اللي هي ماء الورد اللي هي ماء طبيعية عادة بس إذا بتحطي بادي سبري أو كذا يعني ممكن على لحظة بتشم الورد بس خمس دقاي بتروح وبتأثر عمل الورد للأسف ماها طبعا المتعارف عليه إن باقات الورود أو الزهور دائما نستخدمها في المناسبات لو نتكلم عن باقة العروس شو أكثر الزهور اللي تنصحين في استخدامها طبعا هايدي أزوئ عالم كلها كتير في تحب الورد الجوري بتحب الورد الأبيض أنا أنا بحب الهايدرينجا لأنه وردة يعني كتير كبيرة والأبيض طبع ولها بياض كتير ناصع وكتير حلو باقات العروس يعني حتى هلأ يعني الموضن كله عم يشتغل بطلنا حتى نشتغل أبيض صار بحب الأصفر بحب السنفلاور الهايدرينجاز يعني في كتير يعني كتير العالم طلعت شوية عن الترنت تبع الورد الجوري ما ألوان الباقات اللي تتناسب مع لون الورود يعني بعض الأحيان نروح للمحل وحابين فعلا نختار ورود معينة لكن محتارين في لون الباقة حسب الباقة لمين رايحة يعني مثلا إذا رايح الباقة مثلا لمدير لمكتب لشخص طبعا إذا كانت رايحة لأنسي أو إذا رايحة لشاب طبعا غير لأنه يعني إذا بتروع عند شاب أكيد معا منحب ناخد له زهر أو منحب ناخد له منتجه على الأبيض على البربل على الأزرق الفاتح اللي هي مور تربيزنس like male طبعا بس تحكي بنات أكيد كلنا منحب الزهر والبربل والأحمر وهالألوان اللي أكتر طبعا إذا مثلا رايحين عم استشفى أو يعني إذا في حالة مرض أو إذا الأصفر هو عادة بعبر عن يعني يعني الشفاء العاجل يعني حسب المناسبة أو حسب يعني الشخص اللي رايح له رايحت له هذه الباقة طب حسب المناسبة وحسب الشخص لأنه أكيد ممكن فيه أشخاص عندهم preference معين بيحبوا نوع ورد معين يعني وكمان المناسبة يعني إذا كان مثلا لنقول شهر الفالنتاين مثلا معروف شهر الحب الشهر كله أحمر طبعا على طول العالم بتحب تعبر إنه بالورد الجوري بالورد الأحمر فعلا ما فيه بعض الأشخاص يفضلون أن يحطون بطاقة ويكتبون عليها مثلا معايدة أو تهنئة شو أكثر البطايق اللي تحسينها مناسبة أيضا مع الباقات يعني يمكن قبل كان الناس تهتمت حط بطاقة كبيرة وتكتب عليها وايض كلام بس يمكن الحين نشوف إنه قل استخدامها لكن لو حابين نرجع نستخدمها مرة ثانية شو أكثر الأشكال المناسبة؟ يعني هو لأنه عادة أكثر شكل مناسب هو بيكون سكوير المربع الصغير اللي هو بيكتب فيه عادة واحد ميسج صغيرة مثلا أو thank you أو نتمنى لكم الشفاء العاجل أو الحمدل على السلامة إذا مثلا بحال نيوبون مثلا حدا نولد بنت أوصبة يعني personal messages يعني تنكتب إنه هلأ ما بقى فيه كتير يعني بطاقات كبيرة يعني واحد يكتب عليها فعلا لا وتحسين كم في بعض الباقات اختفت والبعض موجودة بس بشكل يعني أجمل وأصغر عشان يبين شكل الباقة ما هتكلمنا عن يمكن استخدام تنسيق الباقات في المنزل أو نتكلم عن كيفية تنسيق يعني بعض الأماكن في المنزل تتناسب مع الديكور ومع الآثات باستخدام بعض الزهور أو الورود كيف ممكن نستخدمها؟ يعني حابين نحطيها مثلا فركن معين كيف ممكن ربة المنزل تستخدم الورود؟ حسب إذا محتوطة بفازة ولا محتوطة بشكل دائري محتوطة نحن فيه عندنا سفنج معين نستعمله نسقيه مي معين ومنحطه بالكورنر يعني ديكور المنزل وين؟ إذا كان فيه شمس إذا كان لأنه إذا ما كان فيه ضو طبيعي الورود لازم يتغير مكانه على طول من مطرح لمطرح لأنه من دون شمس أو من دون ضو طبيعي الورود ما بتعيش يعني بتعيش مثلا يومين ثلاثة بس نحنا مثلا أن الورود مثلا بس تشتريها أكيد بدك تشتريها تكون يعارفة أنه أنت عام تشتريها تكون أورادي هي فرش يعني ما تكون أورادي الوردة قديمة وبس تنشرها الوردة إذا بيتحافظ عليها ويتغير الماء وبتحطيها بمطرح وبتاخد شمس وبتاخد ضو وبتاخد يعني تمبرتشر معينة لحضاين أتليست من سبعة لعشرة أيام صحي نزيل نتكلم شوية معها عن أشكال الفازات المستخدمة شو أكثر الفازات التي تنصحين في استخدامها لوضع هذه الورود في يعني مناطق معينة في المنزل أو أماكن معينة في المنزل عادة يعني الدائري هو أجمل شيء يعني أكيد طبعا أزواء بس أنه يعني أنا بفضل الدائري لأنه يعني بتشوزيو كل الكورنرز يعني بتشوفي كل الزواية طبع الورد إذا يعني إذا حدا نفيت من السلوان أو حدا نفيت يعني بتشوفي كل الجوانب طبعية الورد هذا بخصوص الشكل لكن بخصوص مثلا المواد شو تنصحين خشب زجاج يمكن قبل أن نشوف أكثر الناس تستخدم الزجاج عشان يبين لون الورد أو شكل الورد ببانس على حسب نوع الورد إذا حتى مثلا لنقول ألوان أزرق بيربل أبيض مثلا حلو تحطي معهم مثلا فازا منهم خشبية يعني بتطلع كمان حلو إذا حتى مثلا زهر الأحمر عادة إذا بتحطي فازا سودا مثلا بتحط فيه ورد أحمر حتى هلأ الرابين يعني صار العالم تجهد كله على إشياء مور ترندي يعني مور يعني مثلا أحمر وأسود ما بقى حدا يعني يروح على كلاسيك إشياء فبسا أحمر وأسود رابينج أو فازا سودا مع ورد جوري أحمر بيطلع كتير حلو يعني في النهاية هي أذواق وتعتمد أيضا يمكن نقول مها على الأثاث والديكور في المنزل طبعا نتكلم شوي كيف تختلف عنايتنا بالزهور الموجودة في البيت أو خارج البيت يعني فيه ناس يكون عندهم مثلا حديقة أو حابين يزينون مدخل البيت أو مدخل الصالة بهذه الزهور كيف تختلف طريقة العناية طبعا برا يعني يعني خصوصا بأجواء الصيف العناية بالورد كتير كتير صعبة يعني لأن الحرارة بتكون كتير قوية وارطوب كتير قوية وارطوب كتير كمان بتأثر على الورد ففيه أنواع معينة من الزهور بتنزرع بالحديقة مثلا قدام المنزل وبتضاين يعني بس أنه يعني مثلا أبريب مثلا شهر شهرين بدأت تغير يعني على طول بدأت تكون فيه ميا على طول بدأت تكون فيه شايدز مثلا لحتى تحافظ أطول على عمر الورد صحيح يعني ما في النهاية نقول العناية بالورود يمكن الزهور يحتاج منه اهتمام أكثر وأيضا نسأل المختصين عشان نحافظ على بقاء هذه الورود أو الزهور لأكبر وقت ممكن مهام وندرنا وورتينا في هذا الصمح يطيك العامل